موسيقى 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 140 يوما ولا تزال التظاهرات مستمرة في بغداد والمحافظات الأخرى الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي هو عيد استفكار التظاهرات الشعبية كما وصفها متظاهر التحرير آلاف من المتظاهرين لتجمعوا في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الطيران باتجاه ساحة التحرير هتافات تعددت إلى أنها لا تختلف عن التي انطلقت قبل خمسة أشهر كلا للفاسدين وسراق المال العام كلا للمحاصصة المقيتة لا لتعدد الأحزاب وغيرها من الهتافات التي تعبر عن إرادة الشعب وموقفه أما أهدافها فانقسمت إلى شطرين الأول هو التأكيد على محاسبة الفاسدين أما الثاني فهو تعزز روح الثورة العراقية وموقفها تجاه من أدخل العراق في دوامة العز في جميع المفاصل إن كانت صناعية أو زراعية أو تعليمية أو صحية أراكزة الأساس في هذه المسيرة هم شباب الجامعات العراقية الذين يعتبرون الركن الأهم من أركان الموقف العراقي في التظاهرات الأخيرة سنوات عديدة مرت على العراق تجاوزت السبعة عشر سنة والشاب العراقي لا يلقى حقوقه لا بالتعليم ولا بالعمل ولا بأي شيء أساسي كان على الحكومة السابقة توفيره هذا التواجد الكبير في ساحة التحرير مستمر بحسب الناشطين المدنيين إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة فهي السلاح الوحيد الذي يملكه الساسة لإخماد اندفاع الشباب في ساحات الاعتصام